السلام عليكم ورحمة الله مشكلة واعتقد حصلت مع 80% من الناس في يوم من الايام وهي انك تكون ماشي بالسيارة مش مركز مع العددات ويحصل تسريب في دورة الميا في السيارة فبالتالي المحرك بيسخن وبالتالي بتحصل مشكلة اللي هعمله في الفيديو ده هو ان انا هشرح لك ازاي تركب وتشغل انذار صوتي مبكر بحيث لو انت ماشي بالسيارة مش مركز مع العددات وحصل تسريب في دورة الميا في السيارة هتلاقي تحذير صوتي طالع بيقولك انتبه مستوى الميا في السيارة بدأ يقل فطبيعي انك هتركن على جنب وتقف وتشوف ايه سبب نقص الميا وهتلحق المشكلة قبل ما تحصل خليها نتنقل للجزء العملي بشكل سريع 90% من السيارات حوالين العالم ما فيهاش انذار صوتي لو مستوى المياه نقص في الاربق او ريداتير بعض السيارات او قريل جدا منها فيه نظام انذار ضوئي مجرد لمبة بتنور في الطابلوه بما ان انا اغلى بالوقت بنكون سايقين بصين قدامنا مش بصين على الطابلوه فنظام ده فعاليته محدودة شوية اللي هعمله هو ان انا هاخد جزء من النظام الضوئي ده وحوله الانذار صوتي بالنسبة لسيارتي النظام المتماثل معها موجود في سيارة اوبل فيكترا ايه وموجود تحديدا في الغطة بتاع الاربق وللعلم الغطة ده المقاس بتاعه ده نفس المقاس بتاع سيارات كتير جدا مش بس سيارتي سواء كوري او سواء الماني او سيارات غيرها واحدة هيقول لي طيب واللي ما عندوش نفس مقاس الغطة ده هيعمل ايه او اللي عنده غطر داتير هيعمل ايه هقول له اصبر وهفهمك لما بنركب الغطة ده بيكون تقريبا ده المستوى بتاعه طول ما المية عالية لحد المستوى ده مفيش ادنى مشكلة اول ما المية تقل بينزل هنا ويبدأ الانزار يشتغل علشان تستخدم غطى العوامة او غطى الحساس ده هتحتاج تعمل له تعديل لان العوامة دي او الحساس ده بيشتغل بوضع مقلوب وهشرح لك دلوقتي ازاي بيشتغل بوضع مقلوب ده الحساس وانا هنا وصلته بالافوميتر والافوميتر على وضع الجرس المفروض ان لما العوامة دي تنزل لتحت ان هو يكون في وضع توصيل في الحقيقة اللي بيحصل عكس بص لما هرفع العوامة كده هو في وضع توصيل كده في وضع فصل كده في وضع توصيل كده في وضع فصل المفروض يحصل العكس طيب ازاي هتشاغله هنحتاج نعمل تعديل التعديل ده علشان تعمله هتحتاج ريلي خمسة طرف زي اللي في ايدي ده بالزبط وده متوفر في اي محل قطع غيار سيارات وفكرة تشغيله او توصيله هحط لك صورة لها وللامانة هي فكرة واحد صاحبي مش فكرة تي فانا هسيب لك صورة واضحة بالتوصيلة بتاعته وبرضه هسيب لك صورة واضحة وكبيرة تحت الفيديو ده علشان لو لقيت ان الصورة اللي جوه الفيديو مش واضحة او صغيرة دي كده التوصيلة بتاعتنا زي ما هي مشروحها في الصورة ده الجرس اللي هينبهك والمفروض ان انت بتثبته داخل تبلوص سيارة في اي مكان ينسبك وده الحساس او العوامة اللي المفروض لما يكون راكب والمية موجودة بيكون مرفوعة الفوق شوف ماي ايه اللي هيحصل اول ما هنخلي العوامة دي تنزل لتحت كأنها محكاية لنقص المية ونعمل دلوقتي تجربة حقيقية قبل ما نركب القربة دي فيها هنصها بالزبط مية هو اللي هو المستوى الطبيعي بتاعها هنوصل بقى منظومة بتاعتنا الفيشة كده هنفترض ان العرباش هتغالة معاك وحصلت مشكلة نقص في المية فالطبيعي ان هي بتنقص من اعلى مكان في الدورة اللي هي في القربة هنفضي ونشوف اللي عيه يحصل وده اصبح الوضع حاليا على ارض الواقع ده الكتاوت اوريلي وانا مثبته هنا بافزان وده الدفيرة اللي مازنى منه ده الطرف اللي داخل للحساس والدفيرة بتاعته ماشية كده ده الاردي والموجب اللي هو الاحمر ده موصله مع البطرية هنا ودول الطرفين بتوع الجرز نعديهم من عند الرفرف ومدخلهم مع الضفيرة بتاعت الكهرباء وحطت الجرز في المكان ده كده بالزبط بس من جوه نشوف بها ايه اللي هيحصل اول ما المية تبدأ تنقص من العربية هسمع الصوت ده كده انا خلصت التعديل والحمد لله ناجح جدا معي وهينجح جدا مع سيارات كتير نفس مقاز غطى الاربة هو نفس اللي عندي لكن فيه اكتر من سؤال هيترحوا نفسهم واحد هيقوله لي تاذب نفترض ان انا غطى الاربة عندي ثم مقاز غطى الاربة عندك هعمل ايه في الحالة对ه واحد تاني هيقوله تب لو انا دورت على الغطى دا وملأتوش و دحت مال ويرد في الحالة دي هيعمل ايه واحد تاني هيقولى تب انا عربية دورة مياه مفتوحة يعني الاربة برد دوره ولما اجاز على المياه او لما اجاز ضوض مياه بافك غطى الريداتير في الحالة دي هعمل ايه? واحد رابع هيقولي تب ما انت مازال عندك مشكلة تانية وهي ان بعض السيارات بتسخن والمية جواها ما نقصتش نتيجة مثلا ان الريداتير مسدود او المراوح ضعيفة او المراوح ما اشتغلتش وده حقيقي وارد في الحالة دي هنعمل ايه? والحقيقة انا لما بدأت افكر في التعديل ده واعمله جيف زهني كل الامور دي وبالتالي انا حاليا نشغال على تعديل عام يشتغل على اي سيارة باستخدام سواء كان العمودي او سواء كان الافقي ومعاهم ودي ادوات رخيصة بيتم استخدامها في مجالات صناعية بعيدة عن السيارات تماما انا طبعت الادوات دي وبدأت استخدمها بحيال معينة واسليب معينة بحيث ان هي تخدم الهدف النهائي عندي وهو ان يكون عندك في السيارة نظام انذار صوتي مبكر لمنظومة المية كلها بمعنى لو المية بدأت تنقص في السيارة هتلاقي انذار صوتي لو المية بدأت تغلي في السيارة هتلاقي انذار صوتي بحيث ان انت تلحق المشكلة قبل ما تحصل التعديل ده الحمد لله اتعطي فيه شوت كبير وناجح لكن مرضي تشرف على الفيديو غير لما اخد رأي الناس اللي هو انتم يعني مثلا اركز على ايه وانا شغال او اخد بالي من ايه وانا شغال او اضيف ايه للتعديل ده بحيث ان الهدف النهائي من كل الكلام ده هو ان يطلع التعديل النهائي متكامل فلو فيه في ذهنك اي اقتراح معين اي فكرة معينة اي تنبيه معين ممكن انا اكون مش واخد بالي منه اكتبولي تحت الفيديو ده في التعليقات وانا هقرأ التعليقات كلها ممكن مالحقاش ارد عليها كلها لكن قولا واحدا هقرأ التعليقات اللي تحت الفيديو ده كلها علشان الانذار ده او السيستم ده لما اجه طلعه يكون على اكمل وجه اما لو عايز تتابع تفاصيل اللي بيحصل والتعديلات اللي انا فيها او بمعنى صح كواليس تصوير اي فيديو الكواليس الحقيقية هتحتاج تتابعيني على حسابي على انستجرام الحساب ده انا برفع عليه الكواليس الحقيقية للتصوير يعني هتلاقوا الدنيا مبهدلة وعدة مفكوكة ويعني هتشوفوا كواليس حقيقية ازاي ان انا بصور الفيديوهات دي ولو مهتم انك تتابع كل الفيديوهات اللي انا هرفعها في الفترة اللي جاية بازن الله بعد ما تضغط على زر اشترك في القناة فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس علشان يجيلك اشعار بمجرد منازل الفيديو مش محتاج اقول لك انشر الفيديو لان هو اكيد هينفع ناس كتير جدا هيجنب ناس كتير جدا مصاريف كتيرة بتتصرف لما العربية بتسخر خليك دايما نفاكر ان زكاة العلم نشره مش انك تتفرج على الفيديو وتمشي بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بازن الله